السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورح ناخذ الأوبرايشنز مع التينسير فلو احنا قلنا جزء الاخر من التينسير فلو مع عدد تينسير فعدنا شي اسمه أوبرايشنز الأوبرايشنز شنه هو العمليات اللي تحتاجها انت اثناء صناعة المعادلات الحسابية في معالجة البيانات اللي انت تغذيها حتى تولد موديل فعدنا مثلا من الأوبرايشنز اللي عدنا الآد عملية الجمع سوبتراكت اللي هي الطرح عندك ملتبلاي الضرب ديوايد التقسيم كذلك عندك ايضا السيكوير تربيع وريشيب إعادة تشكيل التينسير فممكن انه اخذ مثال بسيط خلي نيجي نعمل هذا كومنت ننزل الهنا ونعمل لنا كونست ونسمي مثلا اكس يساوي هذا تي اف طبعا ما كتبت التينسير فلو تي اف تينسور رح اصنع لي تينسور هذا التينسور يتكون من قيم معينة على سبيل المثال اداش اثنعش فارزة يتكون ايضا من اري اخر طبعا هنا خلينا نطيل space يتكون من اري اخر و اري اخر تمام ذول كلهم في داخل اري تمام ف اداش اثنين وعشرين تلاتة وثلاثين اربا وربعين خمسة وخمسين حلو رح اصنع تينسور اخر يكون هو Y القيم اللي موجودة بيها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة تمام بهذه الصورة بالعمليات الحسابية لازم التينسورات تكون بنفس الشيب وبنفس يعني خلينا نقوله بنفس الشيب مو شرط انه تكون نفس الفاليو بس تكون مفروض تكون بنفس الشيب اوكي حتى يقبل العملية الجمع او الoperations تمام هذا الشرط الاساسي رح نعمل constant اخر متغير اخر اللي هو يكون result النتيجة فالنتيجة اش راح تكون اقدر اقول ال x اللي هو التينسور الاولاني dot add تمام استخدم ال operation add منه ال y فرح يجمعلي ال x مع ال y بالنتيجة اقدر اضع result وشوف النتيجة مالتهم and اهنانا نفس الحالة print فاذا اجعل document that's it ظهرت للنتيجة شوف اهنانا القيمة الاولى 12 ليش لان 1 زايد 11 12 2 زايد 23 24 لاحظ عندك 3 زايد 33 36 وعندك ال 4 مع ال 44 48 لاحظ وعندك هنا 55 65 60 66 62 72 لاحظ perfect خلونا نشيل قيمة تمام بهذه الصورة ونقولها save المفروض انه يعطينا error ليش لان ما تصير ال operation لازم الاثنين نفس shape لتلاحظ نادى نطلق error لاني يقولك shape ات ما متشابه هذا 3 2 هذا 2 2 فما تصير تمام فاذا ما ادنش عندك اتأكد ان ال shape هو نفس ها nice طيب هذا اذا كان عندك خلونا نقول عملية ال ad subtract شو رح يكون هذا اذا عملنا copy وعملنا comment هنا ننزل الاسفل result بدل ال ad رح اكتب شنو sub sub دلالة على الطرح رح اطرح الاول من الثاني لان ال x sub y مو y sub x فهنان رح يطلع لي 10 ب 20 لانه هنا اذا 10 ناقص 1 شو رح يساوي لي 10 22 ناقص 22 20 وبالتالي البقية القيم تظهر بالتسالسل ف رح تسأل السؤال طيب هذول قيمتين tensor immutable شون ديت لعب بها لانه النتيجة الريزولت هو تنسور جديد هذول الاثنين رح يبقون موجودين وانما هذا رح يتولد شي جديد النتيجة رح تكون جديدة تمام طيب اذا احنا فكرنا بالعملية الضرب ف عملية الضرب ايضا تكون بانه بدل الصب رح استخدم مول تمام مول او تجري تقول عليها المول معناته انه والاكس رح يتم ضرب بالواي ف بالنتيجة رح تظهر هنا ادعش واربع وربعين ليش لان هي قيمة ادعش والقيمة الثانية اللي رح تنضرب بها هي واحد في ادعش في واحد ادعش and اثنين وعشرين في اثنين رح يكون اربعة واربعين تمام and ثلاثة في ثلاثة وثلاثة تسعة وتسعين هكذا هذه بالنسبة المن بالنسبة للملتبليكيشن بالنسبة للديفيجن فرح يكون الطريقة انه هذا نجي نعمل لكومنت خلي نجي بهذا هنا وهذا ايضا هنا and نجي هنا نقول انتر ونكتب هنا ديف رح يصير تقسيم فالاداعش هو رح يبقى اداعش صح كلهم رح يصير اداعش لان تقسيم اثنين اداعش عندك 33 تقسيم اثنين اداعش 44 تقسيم اربعة اداعش صح 55 تقسيم اداعش 66 تقسيم ايضا اداعش تمام فاذا عملية الجمع الطرح الضرب والتقسيم فيعدنا التربيع ايضا اذا اجينا هنا انا عملنا هذا copy اتخذ اعمل اهنا comment حتى div يبقى موجود هنا اش اقول لا ما يحتاج مع y لان انا تربيع هذا اوكي فمجرد اقول x dot square بس فراح يربع لي ال x ف اداعش في اداعش اثناش في اثناش 13 في 13 14 14 15 15 15 انا افوا يعني اداعش في 12 22 في 22 تمام و 33 تربيع مات ال 2 مثلا التربيع مات ال 3 التربيع مات ال 4 التربيع مات 5 حتى سهلها التربيع مات ال 7 فمن أجي أشوف النتيجة التربيع مات الأثنين هو أربعة صح التربيع مات الثلاثة هو تسعة التربيع مات الأربعة هو ستعاش التربيع مات الخمسة هو خمسة وعشرين التربيع مات الستة ستة وثلاثين التربيع مات el7 تسعة وعبائين 7 في 7 تمام فهذا بالنسبة للسكوير عندنا واحد آخر اللي هو اسمه reshape reshape فكرته شنه هو انه يتلاعب بالسيز في الشيب نفسه يعني مثلا اني اريد اعمل ريشيب خلينا ناخذ مثال يكون افضل يعني هنا ناخذ مثال يكون افضل خلينا نقول هنا هذا الزيت تمام وين يفيدنا ريشيب مثلا اني عندي تنسر اوكي ويكون هذا التنسر بشكل معين يعني مثلا اني عندي هنا تنسر بهذه الصورة هنا قيمة الاثنين هنا قيمة الاربعة مثلا هنا قيمة الستة اوكي بهذا الشكل وممكن نضيف لقيمة اخرى هذا قيمة السبعة فعندي اثنين اربعة ستة سبعة اوكي هذا الآن الزيت اذا اريد اجمعه مع الاكس تمام فخلينا نعمل هذا كومنت فاذا اريد اريد اني مثلا لأي سبب المعين اجت لي data بهذه الصورة هذه ما متوافقة مع هذه تمام هذه ممتوافقة مع هذه فما تصير فاذا اجت قلت مثلا ال اكس مع الزيت اوكي فمن الطبيعي انه ينطيني ارور ليش لان يقولك انها الشيب ال اكس هو ثلاثة واثنين بينما انت تريد تجمعها مع اربعة واحد ما تصير فممكن انه احنا نعمل ري شيب الى يعني فليكن مثلا حتى من نتلعب بال اكس لان ممكن تحتاجه انت ملفات المشروع خلي نقول هنا انا زيت اند خلي نقول اس عندي اس هنا وتكون قيمتها بهذا الشكل خلي نقول اثنين واربعة ستة وسبعة الشكل هذا اري بها قيمتين وبالاخير اري خارجي الاثنيناتهم بها فمن اجي مثلا اقول هنا اريد اجمع بين الزيت والاس اوكي ايضا رح ينطيني ارور ليش لانه الزيت هو الشيب مالتا اربعة واحد والاس الشيب مالتا اثنين باثنين فلازم احول الاس لشيب مالتا الزيت تمام هذا الشيب ميصير لازم احاول لشيب مالتا الزيت فشنقول مثلا نجي نعمل هنا هنا كونستانت لان احنا نعرف ان التنسور ما يتغير فنقدر نعمل متغير اخر كونستانت على سبيل مثال D يساوي D شوف TF dot اعمل المن مثلا خليقل هو انا اريد اعمل ري شيب للاس هنا اقول له اس dot ري شيب زين اس dot ري شيب ري شيب رح يسألك هو function يقولك خليلي انت شنو الشكل اللي تريده انا عندي هذا هو الزيت اربعة فارزة واحد هذا الشيب مالتا صح هو الان اثنين فارزة اثنين انا اريده بهذا الشيب اربعة واحد اوكي اريده مثل الزيت فحتى اعملها مثل الزيت اقولها اربعة بواحد فالD رح يعمل reshape للاس يحوله من اربعة واحد الى من اثنين في اثنين الى اربعة في واحد اوكي طيب بالنتيجة إذا أجيت هنا هذا مع Z مع D بالتالي يظهر للنتيجة ما عندي أي مشاكل يجمعهم عادي جدا وإذا حبيت تتأكد ممكن تضبع D نفسه فهنا على سبيل مثال تقدر رأسا تقول هنا D تمام فبالتالي هذا هو D شوف شون تحول هذا الشكل إلى أربعة بواحد شوفت شلون فالريشيب حقيقة مفيد جدا لأنه ممكن تجين الداتا هي أصلا من الـTable بهذا الشكل وما نقدر نتلاعب بها فنقدر نستخدم الريشيب بهذه الحالة نعيد تشكيلها ونربطها مع تنسور آخر فبالتالي راح يفيدنا في عملية الربط بين البيانات لهنا نحن نوقف ونقولكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر